موسيقى 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 تقلقوا لهذا المبلغ هذا القرار القضائي تحرك اليوم معي بعشرة وآل بلوس مؤتخد آل دولارات وراح يتم تفتيتها بنفس الرحوم بنفس التسجل المحكمة تعقيد بن زاهر الموارد في تاريخ واحد عشرة تم تشكيل مفرز الضبور طريق الضبور كمين محكم وتم اخراج هذا المبلغ من جيب المتهم 500 دولار هو هذا المبلغ اللي ضبط بحوزته عن قرار قاضي أو قرار قضائي عفوا متلبس بالرشوة وهو منصبهم مدير عام في سجن السماوة المركزي ضبط المتلبس برشوة قدرها 500 دولار خمس ورقات نهى حياته ونهى مستقبله وتم سجنه على مود خمس ورقات هذا هو ما يحدث في العراق على مود خمس ورقات وأنا متأكد النورات بعالي لكن خلاص دمر حياته على مود خمس ورقات يقول مهند مع الأسف يجي نماذج تسيء للمؤسسة القضائية هذا المفروض تصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة وخليه قاد على الحصير مصطفى عوات ليش متسكت تردو ختمة يقول مع الأسف يعني هاي مؤسسة قضائية وانت جاي تسيئلها يعني ما عرف يقعد على الحصير وبعد قاعد على الحصير على مود خمسمائة دولار قاعد على الحصير رسمي هذا هو تعليق مهند أما أحمد محمد يقول عندما ينسف الإنسان تاريخه على حفنة دولارات فاعلم أنه وصل لمرحلة اللاعودة منصب مميز وحساس مع بالغ الأسف هو هذا اللي جاي نحكي إنه هو منصب مميز وحساس نسفه نسف على موت خمسمائة دولار إنها المشكلة إنها المشكلة يا أخوان أنت من تجي تحكي برات تصير حرقة بقلبك على موت خمسمائة دولار أنت نسفت حياتك كلها وأطفالك وسمعتك وسمعت عشيرتك وناسك وبيتك وأهلك على موت خمسمائة دولار شكرا